عصام الراقي دوسي كارير لا يستهنوا بها في الكرة المغربية ولكن فين ما مشي تخليتي الإمارة يام عالمكتب يام عالجموار ده باجه الوقت باش نحطه كل شي فوق الطبلة ونفرقعوه هادا الرمانة قبل ما نبداو بغيت نفكرك بلي البوليغراف فعل بنسبة 70% بلي هاد شي كامل في إطار التحك ولكن وجدت لك واحد سؤال في الأخر ما غينفع كفاه غير حاق هاشي حقق المرة هاشي حقق العنباك هذا نحن نشوف سيرا عسف نحك معك سيرا أنا معك مر فصخ العقد ديالك مع الراجا كل شي باللي حسبان والناس اللي ضايرين به هما السبب واش داك شي اللي كانوا كيقولوا عليك من قابل تظاهر بالإصابة تحريد اللعابة وتكوين النقابة صحيح ولا غالط غالط الحسبان وشي ناس اللي ضايرين به هم اللي خلوني بأنني خرج من الراجا وكانوا تفكروا بأي طريقة بشي السمراقي ما يبقاش في الراجا ما فكروش مصلحة الراجا وإنما مفكروا في مصلحة مهمة الحمد لله خرج من باب الكبير قاتل محبة متبادلة ما بين جمهورة الراجا نظن بأن الناس كاملين عارفين الحقيقاتية واخ دا با قل لي شبقي تتسالى الراجا والماس شي فلوس اه بجوش اه باش ريزيلي كونترا مع فريق الراجا البيضاوي ضروري خستك تتفع لها فدراسيون لا ريزيلياسيون وحكمتي لها فدراسيون بالمبلغ ديالي على المواسيم اللي لعبتال مع فريق الراجا البيضاوي وما تخلصتش وفريق الماس باقي عندهم مشي فلوس معهم سي سماعي لعطاني لزيفي تريتات دفعتهم ورجعوا لي ام بي حتى كنتي علابونتو تسني مع النصر السعودي هو عيدلك فاخير باش دي تلعب معه في الراجا واش ندمتي علاش سمحتي في النصر واش ندمتي مع الراجا لا قلس مع فريق النصر تفاهمتش معه على الكنتران والرعالية كان مبلغ كبير انا فطلت بأنني هذيك السنة تدخل المغرب على اساس كانوا الابناء ديالي عندهم طراسة خديش مهلة تفكير مهلة تفكير بدخل فيها السي محمد فاخير افوالي عيتلي اياه قلت لولي مالا والحمد لله امننا بذلك شي اللي تصورته ما كبرت شكر شي والحمد لله اهم شي اكسبت محبة الجمهور حصلت معهم نتائج حصلت معهم على اسمية كبيرة ومن ثم كناب تاني الحتيرة بفارق تاني وجات الكنترا حسن من ديال النصر حتى كنتي غادي تبرولونجي الكنترا ديالك مع المص واحد شوية ونت تمشي بحوالك واش وقعلك شي مشكل مع الرئيس اسماعيل الجامعي عام اول حاجة هي تسمي انا اعمال سبيانية اقدر منقولها دي هو هيلالطير وناس معاه هيلالطير هم اللي حاولوا يعمره ولكن مخرجش معي بالحقيقة سمعتوه درف راديو مارس بان عيسام الراقي هو اللي مبغاش يكمل مع المص كانت عندي فكرة بانني ماشي ما نكملش بانني نحبس الكورة ماشي ما نكملش مع المص ولكن انا عطيتك واحد باش اغنزيد معك ضوك انا قد كلمتي هذا سؤال جمهور ديال المص كي يقلب على الجواب دياله واش اللي عبدروا النقاب على الجواني باش يمشي بحاله لا كنا قاعدين بواحد واحد الخطة الصعودي نتائج مزيانة من المباراة اللي يجوا مور كون فيلمو هم اللي كانوا شوي صعب مشاكيل كانوا لعبين تقاسوا بكورونا تنظن بان اول فرق لتقاس بكورونا يعني لعبين غالسين لعبين ممترينيش لعبين الماتش كما كانتش نتائج فما كانتش دخل اللاعبين بالعكس كانت عندنا مع علاقة واخوه ومحبة مع السيد جاواني نتائج ما خلاتهش يكمل في هذا المصار كان جاي على هدف بان اسميته كبيرا جاي على هدف بانه يحقق صعود مع الفريق مغرفاسي ولكن نتائج جات في العكس دياله هذا هو اللي خلاته بانه يريزي الكونترا مع المسؤولين دوستي بالمارس كبير في الكورة وربحتي بطولات ولعبتي مع أفراقي كبار في المغرب ولكن في نفس الوقت ما كملتش قرايتك وش ندمتي على شخارتي من القراية صغير؟ لا اقدر نقولك ندمت كما بشيتش في المصار اللي بغيت انا ولكن كانت الدراسة وكانت الدراسة تنظل بانني تفوقت بطير رسة ديال الحياة وتفوقت في المهبة ديالي اللي ولات المهنة ديالي وده باجا عندك ولك وقالك أنا مبقعتش داخلالي هاد القراية في الطماغ وبغيت نكمل غيف الكورة غادي تبغي؟ لا صعيبة شوية لانه الظرفية اللي عشنا احنا والظروف اللي عشاءنا مش هي الظرف اللي كي ندبح علينا لانه تنحاول بانني نوجد ليه كل ما لديه باش لما هاد ليه طريق سهلة لانه انسان اللي مقراش ضرورة يبغي ولدي وكي محسن منه فانا تنتمنى بانه يبغي محسن مني بالدراسة وليمالي يكون حسن مني تفلكورة عرنة ده بالمعقول السؤال اللي رفضتي تجاوب عليه فانما مشيتي جال وقت ده باش تجاوب عليه عيسى من راقيلة مع الجيش مع الراجا ومع الماص وده بس تضماروكا ولكن كمشجع شكون هو النادي الأقرب لقلبك؟ صراح المواسم الاخيرة اللي خلتني باش نحسن راجا وين هيا أغلبية تنشوف باريق الراجا البلاغ تنتفرج فيه لأنه دوس مع اللاعبين اللي كينين حاليا وعارف العقلية ديالهم وبطبيعة الحال اغلا بغاهم ينبحوا عيسى برافو عليك احترمتي البوليغراف وما حاولتيش تلاب معه كي جاتك الحقيقة المرة هادي حقيقة زوين الصراحة يليك تنتسنا هادي يليك تنتسنا باش يشوفوا الناس الصراحة وراي ايه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة